حول إمكانية استمرار الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يبدو أنه يكثف أجندته اليوم وفي الأيام المقبلة حيث يستضيف العائلات الأمريكية في احتفالات عيد الاستقلال السنوي في الرابع من يوليو في البيت الأبيض يوم الخميس وسيجري مقابلة على شبكة ABC News يوم الجمعة وسيسافر من بعدها إلى ويسكونسن بنفس اليوم لحضور تجمع انتخابي مع مئات المؤيدين كما سيستضيف الأسبوع المقبل العشرات من قادة العالم بقمة حلف شمال الأطلس في واشنطن هذا في الوقت الذي أعلن فيه حكام ولايات نيويورك ومنسوتا وميريلاند ديمقراطيون أنهم سيدعمون إعادة انتخاب جو بايدن للولاية المقبلة من بعد حديث صريح معه حول أدائه في المناظرة الشهيرة مع ترامب وقد أكد في هذا اللقاء بايدن على نيته الاستمرار في السباق يعني مع الحديث بأنه فرص الآن كاملة هاريس بدأت تزداد الحديث بأنه لربما قد تكون هي أحد المرشحين البدلاء لبايدن في حال لم يتم ترشيحه من قبل حزب الديمقراطي